صباح الخير او مساء الخير يا برج الاسد في القراءة العاطفية فهنبدأ الاول بالطاقة العامة سوري عندي يعني برشات برد كده برد الصيف اللي تشيف فهنبدأ بالطاقة العامة مش محتاجة اقول يعني مش محتاجة احكي مش محتاجة خالص صورة بتباين نفسها انت في قوتك الاصلية برج الاسد اصلا يعني هو مش مغرور ولكن من جواه هو ده الشخصية الاصلية بتاعة برج الاسد شخصية القوة الزكاة ادارة الامور كما يجب ان تدار والحكمة كمان في نفس الوقت فانت الان في قوتك وتخطيط كمان ومش عايز اقول رئيس عصابة لا 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 بتنظر الامور كما يجب ان تنظر اليها يعني مثلا لو مثلا يعني لو علاقة مفروض تنتهي بقى حنينها لو لو علاقة هاخد فيها قرار هاخد فيها قرار هاخد فيها قرار لابنشوف كده اه ده انت انت سينجل او ده القوة دي جات بعد الكسرة دي يعني عارف لما واحد ياخد قلم جمد قوي فيبدأ يتغير مرة واحدة انت بظبت كده انت بتستجمع قوتك واستجمعتها فعلا ده حقيقة ده انت خلاص انت تربعت على العرش حاليا انت فرحان قوي مش فرحان بانتهاء العلاقة ولكن انت راضي بظبت الكلمة اللي ممكن نعبر عنها انت راضي عن مستويك حاليا في الحياة عموما او في الحياة العاطفية لان فيه ناس عموما مش راضي عن حياة العاطفية لكن انت راضي وراضي وبقيت تتغير او تغيرت وبقى عندك من الاخد كده ممكن تكون تشافيت من علاقة بس انت خلاص وصلت للمرحلة وراهم كده دول كارتين مهمين قوي الداف هو الموت وفي نفس الوقت ولادة شيء جديد فبالضبط انت فيه شيء جديد انت مقرر تعمله وكسرت قلب جمد قوي يعني بالضبط انت خارج من شيء صعب 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 وشيء مش سهل ان احنا اوصل للمرحلة دي بسهولة طبعا انت عديت على مراحل كتير فشلت مرة وبعدين قمت وبعدين فشلت تاني وبعدين بقى قمت يعني الليلة دي كلها اللي بتحصل بعد انتهاء العلاقات يعني ممكن نقول لعلاقة سلاسية انت مريت بعلاقة سلاسية الطرف الاخر كان عارف حد عليك اكتشفت فانجرحت فقلت طب شكرا قوي كده وخدت يديلك فسنانك ومشيء طبعا شوفت بقى العلاقة اللي فيها كسرة قلب دي يا بورج الاسد؟ مش هيشترك ايه؟ ام كارما دي بقى ولا ايه؟ هما وشey شايفك ازاي؟ الله ده ايه الجمال ده؟ ايه يا بورج الاسد؟ يا بورج الاسد في ايه؟ في ايه؟ ده انت مصدر للوش خشب ده 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 بقى اللي ويقول ايه نقول عليه عرف العرف يعني لما نقول لحد بكرة تيجي وتعرف امتي حرفين حرفين طيب برج الاسد طبعا من البداية كده انا خلاص عرفت فهكمل لك بقى القصة مشاعر الشريك الان هو لا ينام من التفكير السيلي او مريض ولكن ممكن منقولش مريض هو ما بينامش ما بينامش خالص بقى يعني او بينام اللي هو عارف النوم اللي هو لازم انام عشان عندي شغل او عندي حاجة لازم اعملها بس ما بيجي ينام ما بدخلش في النوم بسرعة بيفتك الوقت كل حاجة يا انت اللي عملت فيه كده يا هو اللي عمل فيه كده يا اما انت اكتشفت شيء وقولت له انا انا تجرح قلبي انا تقسى علي انا وبدتهم له ومشيت بس بدتهم له على حق لانه حرفيا يعني خلاص خاطت ايده على وشه وبتقول لي كده وبرج الاسد عمل معايا كده ليه اعتقد ان هو مشي من العلاقة او يعني مش مشي من العلاقة هو فيه طاقة انسحاب بزبط طاقة انسحاب لانه لو لسه موجود وانتو قطعين مع بعضه نص قطعة فهو فيه طاقة الانسحاب ومش عارف يعمل ايه يعني هو مش عارف حرفان يعمل ايه عشان يتخلص من التاسع سيوف اللي عنده دول مش عارف يعني يروح فين يساير الامور دي ازاي يعني ده مش كارت رحيل بس ده كارت شخص عايز يصلح شيء برضو لان الكروت بتتبني على بقية الكروت اللي موجودة فهو ما بينامشي من التفكير ازاي ممكن يرجع هذه العلاقة مرة اخرى لو هو ماشي بالفعل فهو عايز يرجع وان ده شخص ماشي في البحر بيدوق وواخد حضره جدا من الموج بتاع البحر موج البحر ماشي بيدوق جدا بعصيته بالراحة وبشويش فهو تقريبا ما بينامشي من فكرة ان العلاقة كده بازت وان خلاص بازت كده وبرج الاسد بيحط لي عالمتي النهاية وخلاص كده ولا ايه ما نعرفش برضو ما نعرفش فهو تقريبا ما بينامشي من النقطة دي لو احنا اعتبرنا ان طاقة الشريك هي الطاقة دي فهو ظاهر لك هو سنجل انتو سبت بعض على طاقة تمام؟ وهو سنجل حاليا ومركز قوي في شغله وفي حياته ولكن بالضبط كده ده اللي هقوله ولكن يعني هو في الشغل بيشتغل بيروح الشغل وبيجي من الشغل وفرح يتازم بيروح مناسبات صور على الانستجرام بينزل كل حاجة تمام جدا جدا انت تخش بروفايله تقول ايه ده فاضله تكا ويتجاوز فاضله تكا واشوف خطبته بقى اللي هو مخبيها دي طلّر خطبتك ولكن بداخله ألم بشع نفسه يرحل من هذا الألم بقى نفسه يتخلص منه ويعني ممكن يكون ندمان بيعاتب نفسه مش عارف 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 ما يكون واحد عايش في كبوس هو بالظبط كده ده كبوس بالنسبة له مشاعرك انت بالزبط انت تخلصت من المشاعر السلبية برج الاسد ولو انت لسه حسس بها الغد الوقت ستتخلص منها بالتأكيد بكل تأكيد ستتخلص لانك انت الكوين الفرنس انت ماما هي انت هو لما سابق تقريبا والله اعلم كان في الطاقة دي بجد يعني قبل الطاقة دي كان هو في الطاقة دي بجد كان مش هام وممكن وممكن تكون اكتشفت طرف ثالث عشان كده كان ممكن يبقى مع الطرف الثالث او رحله الله اعلم الكوين الفرنس بس اه ثانية واحدة كده لو كان في طرف ثالث قلبه يتوجع منها خد جازات فيه كارما جاثلو مش عارف ينام مش عارف ينام وتقريبا لما بيشوفك انت عامل انجازات يا برج الاسد في حاجة انت عاملها بس مش عارف ايه هي بقى ايه هي الله اعلم طيب انت تخلصت من الام الماضي بالزبط وفي نهاية الطريق هو في بداية الطريق ايه هي القرمة كده ديه القرمة 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 ان انا ابدأ فوق انت تتعب خلص تاخد جازاتك بقى فانت الان في سوبك الجديد وبتتخلص من الام الماضي وبالزبط كده وبتحتفل وشايف الحياة وردي وحياة جميلة وايه يعني وست هون محصلش حاجة ومش بعمل زلعبيطة وكل الكلام ده ده برج الاسد سواء ست او راجل ده برج الاسد اصلا ده مش حاجة جديدة على برج الاسد فبالزبط انت بص مختلفين خالص ده واحد مش عارف يمشي مش عارف يرجع العلاقة ولا يمشي ولا يروح ولا فين وانت واحد بالزبط مديل وطنش ممكن يكون ممكن يكون بالزبط شايفك بتحتفل وفرحان قوي ففكرة ان 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 مش مؤثر عندك ده مش بعرف ينام فكرة ايه ده نسيني بالسرعة دي ممكن تكون مانسيتوش ولا حاجة انت تشعر بان كان فيه غمة على قلبك ان فيه حاجة تقيل قوي لا احد اخيراً وكونت الماضي تكون ليك قولت بالاها بقى القلم ماضي بل القلم الحور انا أحتفل وأبس لنفسي ونلع نفسي واحد في النسي بالزبط انت تقدمتي للأمام وهو مازال فيه واقف في طريقه طيب الغريب بقى يا برج الاسد ان هذا شخص لو كان ترقك ورحل لطرف اخر وترى في الاخر ده قال له الوداع باي باي فهو يراك كل شيء جميل في الحياة مش عارف اوصف لك ازاي كرتين اجمل من بعض يعني عارف مش شايفك مثلا حد وحش لا تشايفك انت النعيم انت الكمال ولا غير الكمال شاعر بقى شاعر يا برج الاسد شايفك انك انت نفس الكوباية لو خزلك فهو شايفك دلوقتي انت حاليا بزبط هي القرمى فاق فاق من حاجة هو عملها غلط شايفك انت نفس الكوباية ممعه بالزبط لو بنت الزوجة ولو راجل الزوج المسالي لو راحل لطرف ثالث لا تقلق فهو يأخذ القرمى الان مام ايه مام ايه كله في الجرم نزعلش ولا حاجة كله في الجرمى انا عايزاك تببسط قوي قوي بقى ما تحطش في بالك لا تحطش في بالك لانه حاليا شايفك مامية وشايفك ان انت ممسوط كمان وعندك كل حاجة انت عندك كل حاجة شخص جميل شايفك شخص جميل قوي 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 العلاقة المثالية شخص اللي انا كنت ممكن بالزبط بيت اعمل بيت اتزوجها او ان انا ابقى مراته وكده ومع ذلك انت تراقي بقى انت تراه شخص نمرود بص بقى ده الكلمة اللي انا استوحدتها من الكارتين دولي من هو الشخص النمرود يا برج الاسد؟ شخص النمرود هو شخص اللي تقدم له السبت ما تلاقيش منه حد بس كده الشخص اللي دايما بص انا اعجبها لك من الاخر شخص تجيب له يبقى قدامه كل حاجة ويبص ناحية التانية عانو زايغة معاه اجمل واحدة ويروح يصاحب عليها معاه راجل امامية مغرقة هدايا مغرقة حنال مغرقة حب مغرقة كل حاجة ومع ذلك بدخول شخص تقدم بص كم كباية قدامه وفي كباية ربعة كمان ومش راضي مش راضي عن اي حاجة انت شايفو كده شخص شايفو شخص النمرود دي يعني ايه نمرود؟ يعني كل حاجة قدامك وما اعزلك تتبص بطريق غلط اعتقد انه هو فعلا عينه زايغة على الحد تاني بس ايه ما تقدرش نكمل الحاجة تانية لانه بص السنحة التانية هو كيكي افوندوس ماشي هو كينج هو شخص هو طموح قوي خلينا متفقين على ذلك طموح قوي انت شايف انه طموح بس طموح في ايه؟ مش في كل حاجة طموح ده بيتوقف عند حاجة معينة انا لقيت شخص مناسب اطمح ان انا اجيب ازيد اطمح ان اجيب حد احسن منه لا اه هنا نقف هنا نعمل بس طب فانت شايف ان هو شخص طموح ولكن في العلاقة معاك ما كانش العلاقة فيها اربع كوبات وانا جايب الرابعة يعني كنت بتجيب لي كل حاجة ومع ذلك ترك العلاقة ومع ذلك رحل بس خلاص يا سيج انا عملت لك كل ما يعني هو شايفك فعلا انت شايفك فعلا انت شخص جميل جدا شخص كامل لان انت كنت انت كنت بتشتعل في العلاقة دي جميل قوي الظاهر يعني كنت معي يشوف اللي هو انا بحبك وهفضل احبك وهفضل جنبك ومع ذلك بس شكل بصباص يعني لاي في واحدة وفقناك فقلت له طبيعا شكرا او ام سي دي انا انا دي انا الكون افونت دي انا دي انا هوريك انت عارف انا مين الوش ده هم كانش شايفه على الفطرة انت كنت موريه وش تاني برج الاسد لما بيحب مش عامل زي برج الجوزاء كده شوية شوية يعني في ايه بقى عنده وش بيزير وقت ما يحب يقلب ووش تاني ما يحب حب بقى كده بنفسه بشخصه الوش ده انت طلعتوله في اخر العلاقة قلت له طيب انا هوريك انا انا تبص الوحدة غيري طب خد بقى شوف تانا مين طبعا مش لازم سبت ممكن يبقى راضي يعني واحدة بصت لحد تاني كويس ده انا بصي ده انا فظيع ده انا مالك يا بنتي فقلت له سبت العلاقة ومشيت هفن بقى مع اصحابنا طيب ايه الخطوة اللي نفسه ياخدها النقطة دي بالتحديد يا جماعة مش لازم يعني تحصل بس هو نفسه في دماغه ياخدها القراءات دي في ناس كده تقول مرجعش مش عارف ايه اللي بيحصل ان هي احنا بناخد طاقة البناية ده طاقته في ايه طاقته لنفسه يقول لي بحبك بس الشعر ده هو مش عايز يقول بحبك بس نفسه يقول بحبك فان انا اعرف مشاعره وكان شايفني ازاي ونفسه يقول لي ايه مش لازم تتحقق ولكن المشاعر موجودة ولو ندم موجود ولو فراء موجودة بس دي النقطة اللي انا عايز اقصال الناس يقول اصلي مرجعش اصلي مالكلامش بس اوكي بس ده نفسه يقول لك بحبك وحشتني وكل الكلام اللي انت عايز تسمعه في الحب هو نفسه يقوله عايز يرتاح بس اكتر من كده توضيح مش عارف اكتر من كده توضيح مش عارف اوضخ والله شخص ما بينامش ما بينامش نفسه ينام نفسه ينام نفسه يستريح نفسه يقول اللي جواه الشخص ده عنده حاجه جواه نفسه يقولها ما بينامش ممكن يكون الشخص ده في سيناريو تالت كده للناس حبابنا اللي هما مكنش في علاقة كانوا في علاقة اعجاب مثلا وكان بيكارن ما بينك وما بين حد تاني وراح مع الحد التاني ده والحد التاني احنا عارفين عمل فيه ايه وما قالكش بحبك هو كان عارف كده معارفة سطحية نفسه بقى يقولك بحبك نفسه لو في علاقة نفسه يقولك سامحيني دي طقة تسامح ممكن تسامحيني ممكن تسامحيني لاني ما بنامش دي القرمة هو ما بينامش من القرمة الشخص ده خام اعتقد لان عدم النوم ده هي قرمة خيانة ما بينامش ضميره بيقنبه ان الشخصية دي ازاي انا سبت حد كده بصراحة جماعي مش عارفة اقول ايه حد نفس الكباية والعشرة بنتكنس ايه اخي ده حزا الام قاله انت كافر يلا انت كافر مش معقولة ده لو اعمى اعمى هيحس بالجمال ده هيحس بالمشاعر الحلوه دي مفيش اكتر من العشرة بنتكنس مفيش حرفيا 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 يعني نفسه ينام نفسه يقولك سامحني انام بع سامحيني وانا قاسف هو كاس الحب لا بعده كاس وعنده طاقة طاقة مائية طبعا عنده طاقة مائية في مشاعر طبعا طاقة المائية هي طاقة المشاعر فهو تعبان اوي 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 لو انتم عايزين تعرف هو تعبان او لا فهو تعبان لو ذهب لكم الوش ده لا 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 ده خدعة إنه يفعل الخدعة الشخص ده مش كده الشخص ده ما بينامش بيحاول يغطي على الليلة دي كده عشان ما يبنش دعوية دس طيب انتو ايه الخطوة اللي هتعملوها الخطوة اللي هتعملوها هتستمر في موقفك